61 مليون إيراني ندعو للمشاركة بالانتخابات الرئاسية اليوم من أصل المرشحين الست اللي وافق مجلس ياند التصور على ترشيحاتهم منسحب اثنين وبقي اربعة مرشح واحد إصلاحي وثلاث مرشحين محافظين بيناتهم اثنين جديين في عدة عوامل قوة بتساعد المرشح الإصلاحي مسعود بازيجيكيان هو المرشح الوحيد بمعسكر الإصلاحيين ومدعوم من أبرز وجوهها لمعسكر مثل الرئيسين السابقين محمد خاتمي وحسن روحاني التصويت لقلو ممكن يترجم الامتعاض من الظروف الاقتصادية والرد على قمع انتفاضة النساء وطموح الشباب بالتغيير بالمقابل في ثلاث عوامل حيدغطوا ضد بازيجيكيان الدعم اللي بوفره عادة المرشد علي خمينة إلى المرشحين المحافظين من يتعلق قلبه بأمريكا لن يستفيد من قدرات البلاد الخوف من إصرار الجمهور الإصلاحي على المقاطعة مثل ما صار بآخر انتخابات برلمانية انتماء بازيجيكيان الأقلية الأزارية واتقانوا اللغة الكردية حيساعدوا يكسب أصوات هالأقلتين بس ممكن بالمقابل يباعد عنه أصوات من الأغلبية الفرسية مهم نتذكر هون أنه حتى يكسب المرشح الإصلاحي بالدورة الأولى لازم يجيب أكتر من نص الأصوات وإلا منروح على دورة تانية بيتوحدوا لمحافظين فيها ضده من جهتهم لمحافظين منقصمين بين مرشحين أساسيين محمد باقر قليباف اللي بيرأس البرلمان حاليا وسعيد جليلي الأمين السابق لمجلس الأمن القومي اللي لعب دور بتشديد موقع في إيران بالمفاوضات النووية مواقف المرشحين المتشددة متشابها كتير وهالشي بيخليهم يأكلوا من الصحن نفسه انتخابيا